بسم الله الرحمن الرحيم استكمالا للحديث عن أوراق المالية التي تصدرها شركة المساهمة نوع الثالث من أنواع هذه الأوراق وهو ما يسمى بحصص التأسيس فحصص التأسيس هذه هي صقوق قابلة للتدول اسمية أو لحاملها ليست لها قيمة اسمية تصدرها شركات المساهمة مكافأة لخدمات أداها لها المؤسسون ومن هنا اشتقت تسميتها وهذه الحصص لا تمنح صاحبها صفة الشريك لأنه لا يقابلها تقديم حصة في رأس مال الشركة إلا أنها تعطيه الحق في الحصول على نسبة من الأربع وتمنح حصص التأسيس كما ورد في نص المادة 112 من نظام الشركات السعودي لمن قدم للشركة براءة اختراع أو التزاما حصل عليه من شخص اعتباري عام مما يصعب تقييمه بالنقود وحصص التأسيس هذه لها خصائص فما هي خصائص حصص التأسيس؟ حصص التأسيس تتميز بالخصائص التالية ثلاثة خصائص الخصية الأولى أنها لا تدخل في تكوين رأس مال الشركة ثانيا أنها لا تخول حملتها الحق في المشاركة في إدارة الشركة ثالثا أن سقوق حصص التأسيس تصدر بدون قيمة اسمية فهي لا تحدد إلا نصيبا في الأربع ونريد أن نتحدث عن إنشاء حصص التأسيس حصص التأسيس ليست مطلقة فلا يجوز للشركة أن تنشئها إلا في حالات محددة على سبيل الحصر حددها المنظم وهي إصدار حصص تأسيس لمكافأة كمكافأة لمن قدم إلى الشركة براءة اختراع عند تأسيسها أو بعد ذلك الحالة الثانية إصدار حصص تأسيس كمكافأة لمن قدم إلى الشركة عند التأسيس أو بعد ذلك التزاما حصل عليه من شخص اعتبار عام يصعب تقديمه بمال أما بخصوص شكل حصص التأسيس فهي تصدر حصص التأسيس إما أن تكون إسمية أو لحامله وبحسب شكل حصص التأسيس يجوز تداولها في سوق رأس المال فإذا كانت حصص التأسيس إسمية فيكون بيعها أو التنازل عنها عن طريق التأشير وبذلك في السجل الخاص بحصص التأسيس في الشركة التي أصدرتها أما إذا كانت حصة التأسيس لحامله فإنه يجوز تداولها عن طريق المناولة لأن أي حامل لحصة التأسيس يكون هو مالك هذه الحصة وحصص التأسيس هذه تعطي أو تخول أصحابها حقا في الحصول على نسبة من الأرباح فقط دون أن تعطيهم حق في إدارة شركة المساهمة وأخيرا بالنسبة لحصص التأسيس إلغاء حصص التأسيس في الحقيقة إن حصص التأسيس هذه تمثل قيدا يظل مقيد به أو موضوع في رقبة شركة المساهمة حيث أنها تخول أصحابها أو حملت هذه الحصص الحق في الحصول على نسبة من الأرباح لذلك كثيرا ما تفكر شركات المساهمة في التخلص من حصص التأسيس هذه عن طريق تعويض أصحابها بتعويض عادل من الاحتياط التي تجنبه الشركة من الأرباح وتقوم الشركة بإعدام حصص التأسيس هذه ولا تعطي لحملتها أرباح كل عام ترجمة نانسي قنقر